السلام عليكم اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مجددا على قناة سعاد تيفي كنتمنى من كل قلبي تكونوا فئة مصحة والعافية انتم ما كتشاهدوا فيديو نهار اليوم كنتمنى لكم عواشر مباركة مسعودة تدخل عليكم بكل ما كتمنى وان شاء الله اليوم غدي نتقسم معكم سلو صحي كيجيزوين معلك الديد بطريقة سهلة بزف ومختصرة نتمنى من كل قلبي تتبعوه معايا تعرف على المكونات اللي غنحتاج ان شاء الله في هاتف سفوف او سلو وطريقة التحضير فاول خطوة اه كان عمل انا في التحضير ديال السفوف كان اخد زنجلان نافحة بتحلوة اللي غدي نحتاج ان شاء الله في جميع المعسلات ديالي في سلو يعني اللي غنحتاج مثلا كنتوا غدي تحضرو غير سلو هدي تجيبوهي المكونات اول حاجة تغسلوهم لحسب النفسية ديالكم انا غسلتهم كان بزف ديال تعليق يقولوا لي ما كيتغسلوش وكتمشي منهم الفائدة لكن قلبي مرتحش حتى غسلتهم كتبقى يعني خطوة ديال الغسل اختيارية بغيتوا غير تنقيوهم وتمسحوهم اه ماشي مشكل فانا غسلتهم وضعتهم هكا فوق منادل ليلة كاملة ومن بعد دخلتهم للفران يتحمرو بالنسبة للنافع وحبة حلاوه متحمروه مش بزف غير هكا بحل غير يتصهدوا شوية فالفران بالنسبة للاخوات اللي ما عندهم مش الفران سخنوا المقلم زيان ديال اللي مسمن وحطوا فيها النافع اعلى ما تمشي داك ستخانة ديال المقلم حيدوه وايضا حطوا حبة حلاوه حتى يعني تشرب داك ستخانة ديال المقلم حيدوه والزنجلان عاوتاني هكك يعني بالنسبة للاخوات اللي ما عندهم مش الفرن مكونات كلها تحمر في المقلم تتحصل ان شاء الله نفس النتيجة غادي نحتاجو فهد سلو هذا الدقيق ديال القمح او اه الزرع يعني الدقيق ديال الزرع فكناخد خديت هنا كيلو ونص غربلته فصلت يعني خديت غير اللب او غير الدقيق ديال الزرع والنخة لحتفت بها ان شاء الله هتنذير بها حاجات اخرين بالنسبة من بعد ما اه كنحيدون خاله غادي نشدو هاد الدقيق ديال الزرع وغادي ان شاء الله نحمرو معاكم في القاملة او في كوكوت او في مقلات في نمو بغيتو او في الفرن بالنسبة للضقيق ديال الزرع ما كيعدبش نهائيا فالتحمار هيد الدقيق ديال الزرع كيكون حرش نوعا نمو وهك يعني ما كيعملناش ديك الكويرات كل ما انتم ما كتحركوا وهو كيتفرق على بعديتو حاولوا النار تكون مهيلة وتبقى وتحركوا تحركوا باش تحصلوا على هاد اللون الذهبي الزوين بالنسبة انا يصبق لي حمرت معاكم التحين في المقلة ودابة في القاملة بالنسبة للمبتديئات من اللي احتمش خدوا المقلة حسن كتكون ماشي غارقة ما تقيصوا اليد ديالكم مع ذاك الجوانب ديال قاملة موالو وكتحمروا بسهولة لكن نتيجة واحدة بالنسبة للتحمر في المقلة ولا في الكوكوت كيكون احسن اننا نحمرو في الفرن وما كنتعذبوش نهائيا اللي عندها الفرن تدير طاوة ديال دقيق في الفرن تشعل من الفق ومن تحت على دراجة مية وستين خليوا الصينية ديالكم هاكاك واحد عشرين دقيقة ومرا مرا طلوها كونتو ما كتحركوه حتى كياخد ليكم اللون بالنسبة للفرن كياخد تقريبك واحدة ساعة ديالوقت كي تتحمر بالنسبة المقلة ولا الكوكوت دائعة كيتتحمر يعني ما كتحوش من الوقت نهائيا ثم إن شاء الله غادينحتاجوا اللوز إن شاء الله في سلة غادينحتاج ستميات غرام ديال اللوز فللوز بسحته مزيان بزيف او هكا بورق المطبخ دخلته الفرن تتحمر وغادين شاء الله انتحنوه بالنسبة للوز أنا ما كانتحنوش بزيف كان خليه مهار مش لكن مثلا اذا كان عندكم اطفال صغارين اللي بنزل معنهم سنينات او هكا الناس اللي هما يكبر من الاحسن طحنوهم مزيان مزيان نيت يزيدكم في التعليكة وما كيجيش مهرمش يعني انتو ما عندكم الاختيار في اللوس نسبة انا خليتو هكا يا خليتو مهرمش يعني البعض منو هكا تطحن ببودرة والبعض هكا يعني بش يبانو ان شاء الله القطع ديالو في سلو ديالنا خديت 100 جرام ديال الزنجلان 100 جرام قطع ديال العنبه هرمك بتهوية عندي محمار كنت نقصو 600 جرام ان شاء الله ديالنجلان اللي غادي نحتاج طحنتو واحد شوية غير واحد شوية غير هكا تكسر وغادي نخليها الى جانب غادي نحتاجو ان شاء الله باش نخلطو سلو غادي نحتاجو زيت الزيتون او زيت بلدية فعندكم الاختيار بالنسبة اي دا بغيتو سلو صحي المئة بالمئة خلطوه بزيت الزيتون اللي كي توفروع زيت ارجن حتى هو كيجي مزيون فقط بالنسبة لزيت الزيتون يكون مدق ديالو ماشي زعيق يكون حلو باش كيجي زوين وكيجي شباين زيت الزيتون غادي نشاء الله نحتاج معكم تقريبا 600 مليلتر حتى 700 مليلتر اللي هو ندفي واحد شوية هي ندفي واحد شوية باش هكا كيساعدنا كي يخفف القوام ديالو شوية وكيساعد حتى الزيوت اللي كينا في الزنجلان واللوس حتى هي يدفرز ما تطيبوشي كي نعاود ناكد غير يدفي واحد شوية بالنسبة للزنجلان عندي مطحون مزيان نصف كيلو ديالزنجلان اللي طحنتهم مزيان ومية قرام هي اللي خليتها حوبو وهرمشتهم واحد شوية على هد الزنجلان اللي عندي مطحون بشكل جيد بالنسبة للزنجلان عندكم الاختيار يدفغيتو هتا هو يبقى باين لكم في السلو ما تطحنوش بحال هكا انا كنطحنو مزيان باش هو كيعاوني كيعاوني في التخلط ديالسلو وكيعطيس بكل صراحة تعليك اللي زوينة ولون اللي زوين لكن الاختيار بيدكم انا كنعطيكم الكمية اللي وضعت الاشياء اللي وضعت داكل الجزئيات واش يكون مطحوم بزاف ولا شوية كتبقى على حسب الرغبة ديالكل اسرة غادي نبدأ نضيف زيت الزيتون على الزنجلان وكا نخلط باش نحصلوا على واحد القوام اللي خفيف وزونة غادي تشوفوا معايا كيبان نبحل واحد القوام ديالشوكولة وبالنسبة للسلو اللي كتعملو فيه زيت الزيتون فكونوا متأكدين بأنه كيصبر معاكم مدة طويلة ما كيوقع عليه هتا شي حاجة يبقى المدة سانة كيبقى بنفس الطعم بنفس الرائحة يعني ما تخافوا ليه غمال ولا يزعق له يعني ما تقول ليه مجهد او لا يزعق لا تشي حاجة كيبقى رائع بالنسبة للحلوة انا غادي نستعمل العسل فوضعت تقريبا خمسة المعالقة ديال العسل اذا ما متوفرش عندكم العسل ممكن تحلو يعني بش تكون حلاوة اللي هي طبيعية تحلو بالسكر البني حتى هو كينصحوا به الجامع اذا بغيتو تحصلوا على السلو صحي يعني هو احسن بالسكر الابيض هذا هو القوام اللي حصلنا عليه وبالنسبة للعسل انا ما عملش واحد الكمية كثيرة ما كتعطيش واحد الحلوة اللي هي كثيرة لكن الناس اللي ما تيبغوش سكر غادي يعجبهم بزه 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 وحتى هكا يعني مثلا كل معلقة ديال السلو مع تميرة قتجي واحد الحلوة اللي ممتازة جدا غادي نحتاجوا ايضا معلقة كبيرة من القرفة بالنسبة للقرفة اللي عندي طحونة على اليدهم غربلة معلقة ديال النافع ومعلقة ديال حبة الحلوة ايليانسون والشمر و 600 قرام ديال اللوز اللي عندي طحونة بهذا الشكل يعني مهر مشام ما كانت طحن ش اللوز مزيان احتى لو بغيتو مثلا 300 قرام تعلقوها مزيان بحل الزنجلان تخليو 300 قرام هكا مهر مشام ممكن وغادي نحتاج كأس او 100 قرام ديال الزنجلان اللي طحنتو شوية بل هاد الكأس هكا يعني كنخليه باش تهو كيعاون اللوز باش كيجينا السلو ديالنا واقف واقف وكيبانو لنا المكونات اللي وضعنا فيه هاده هما المكونات اللي احتاجينا في السلو هاد ينجمعه فتخليطة لولا ديال الزنجلان مع الزيت بكل صراحة كتتساعدنا بزاف بزاف المكونات كلها الضغية كتنساجم فبالنسبة لها السلو ما وضعت فيه لمس كحره ولا قوزه عندكم الاختيار اذا عندكم بغيتو تضيفهم اضيفهم انا يعني تعمت انني ما نعملهم شي باش يعني حيت بزاف يقدروا ما يكونش عندهم وبالنسبة لها يعني ما يبانشي الفرق يعني وخه ما تعملهم شي ما ينشي واحد الفارق في السلو يعني شوفوا الوين بنسبة هنا يا مازال ما ضفت الدقيق ديال القمح خلطت غير هكا يا دب الزنجلان النافاح بتحلاوه القرفاء العسل واللوس والزيت وهذا هو الخليط ودبا غادي نبدأ ندخل الدقيق شوية بشوية غادي نضيف نصف الكمية الاولى وعاد غادي نضيف نصف الكمية التانية كانت مننا التحميره ديال الدقيق تبليكم يعني واحد تحميره اللي ذهبية بالنسبة اللي عندهم اول مرة تجربة في السلو من بعد ما تطحنوا المكونات كلهم خدوا واحد سليفة وهيزوا معي القدية الدقيق معي القدية الزنجلان معي القدية اللوز الزيت وديروا هكا واحد خليطة غير صغيرة باش تشوفوا اللوين اللي حصلتوا عليه مثلا شتو اللون يعني جاكم مثلا ناقص زيدوا شوية حمره دقيق او اللاها كتزيدوا شي مكونا اللي يعطيكم اللون عن السلو ديال الدقيق الفرس دائما كنعمل فيه الكاكاو او شوكولات بودرة الحلو باش كيعطي اللون لان الفرس اللون ديالو مفتوح القمح كيعطينا اللوين شوية مزيون في السلو غير السلو اللي كنعمله بدقيق ديال الزراع او دقيق ديال القمح كيجي شوية مرمل حيتاش كيكون القمح يعني القاوم ديالو شوية حرش فانا غير دخلت الدقيق بهات الشكل دقيق ديالنا دخلتو بهات الشكل ودابا غادي ان شاء الله ما غاديش نخدموه بيدي غادي نخدموه بالعجانة اذا ما متوفرش العجانة غادي تخدموه بيديكم مزيان مزيان اذا بغيتوه معلق مزيان يعني كتبغيو المكونات كلها تتعلق ويجيكم معلق خدموه بالروبو يعني بشي روبو او اديوها عند الهري او البقال اللي كتكونوا تقضيتو من عندكم وكيجمعو لكم مزيان كيولي اه مخلط يعني مدلوك مزيان فادابا غادي ان شاء الله نخدموه هكيا يعني بنسبة العجانة كتخلطو من دكشي وكتسهل علينا هاد العملية هادي فخدمت الراس ديالعجانة اللي كنعمل به الحلوة اما تعملو اللي كتعملو به الحلوة ولا تعملو الموس او الراس اللي كتعجنو به وكتبقى وتخدموه للعجانة وهي كتخلط كتبدو بالسرعة حتى كتعملو السرعة القصوك يتخلط بهات الشكل يعني كيولي معلك ويعني مخلط مزيان ومخدو مزيان ولكن اللوز ودكشي كلشي كيبقى كيف ما وضعتوه يعني ما غاديش يتطحن لكن الروبو او اي خلاط كهربائي كونو متأكدين يعني عندو الموس غادي ديك اللوز والزنجلة اللي خلي نحو بيبات حتى هم غادي تطحنو اذا بغيتو هم يبانو غادي تخليوهم ما تخلطوه مش من الاول حتى يتعلق ليكم او من بعد كذفهم تخلطوها كبليات ديلكم غادي نستعمر بوضع الكمية المتبقية حتى هي هكا يعني تتخلط مزيان وتتعلق كنت منا اللوين يكون واضح وحد اللون رائع جفس اللو رغم المكونات البسيط اللي عمنا يعني ما مكترتش القوان بزاف ولكن ما شاء الله كيطلع من ذاك الشي هكا يعني من بعد ما تعلق مزيان مزيان هذا هو الشكل وهذه هي الكمية اللي حصلنا لها تقريبا كان حصله على ثلاثة ديال كيلو وبالنسبة لكمية ديال الدقيق كان اعتدر ان انا ما ذكرتهاش بالنسبة للدقيق انا جبت كيلو ونص غربلته من نخالة كانت خمسمية جرام فيه ديال نخالة بقى لي كيلو ديال الدقيق ديال الزراع من بعد ما حمرته ورجع لي تسعمية جرام بالنسبة للمنزل مع ستمية جرام ديال الزراع مع ستمية جرام ديال الزناجلين مع ستمية جرام ديال اللوس هذو هما الخلطة اللي قلت معاكم في سلو ديال الزراع الناس بيلا بغيتو تديرو غير نصف كيلو ديال الزرع ونصف كيلو ديال الزنجلين غديجيكم ايضا وار انا غير كترت شوية باش هكا يعني يتغلبوا لي علي الدقيق ديال الزراع نقسمها في ميكات كتضويقة وممكن تجمعها في بلاستيكات وتعملوهم في علبة لمحكمة الإغلاق فوقها ما تبغيو تجبدو تجبدو ميكة تفتحوها تهزو من الكمية اللي بغيتو تعاودو تسدو ذاك البلاستيك تكملوا ذاك الميكة مثال اللي عندكم فيها كيلو ولا شنو ما بغيتو وكتعاودو تجبدو ميكة اخرى وهكا كيبقى محافظة على اللده ديالو وذاك اللوز وذاك شي كيبقى محافظة على ذاك القرماشة وكيتعلك يعني كل ما كيبقى هكاك مستود عليهم الضموط كيزيد يتعلك فقط جمعهم في علبة يعني من بعد ما يعني كل ميكات تكون بوحدها عاودوا جمعهم في علبة وسدوها مزيان القاوم ديال سلو ديالنا كيجيب هات الشكل وهنا سفي قسمت يعني السلو اللي عملت معاكم ملف هاد الفيديو والفيديو الاخر جمعتهم هكا كلهم هكا قسمتهم وبالنسبة اللي في العلبة عندي ديال الزرع وهذا اللي كنوريكم دابا ديال الزرع فماشاء الله كيجي واحد سلو اللي مشاهدتكم فيه كنتمنا تجربوه كيجي ممتاز ورائع رائع 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 بالنسبة كنعاود ناكد زيت الزيتون راه ما تجيش بينه فقط اختاروا زيت الزيتون اللي تكون حلوه ما تكون شي حاره وبالنسبة لسلو ديال الزيت كيبقى رائع وما كيزهق شي وما كيتبدل شي الطعم ديال وخيبقى عندكم حتى حتى لسانة او اكتر فكنتمنا ان شاء الله تكون استفدتم من هاد الفيديو وغادي نخلي ليكم الرابط ديال السلو الاخر اللي عملتو بالدقيق ديال الفرس وايضا يعني كين فيه الاختلاف قد نخليه ليكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف كنتمنا من كل قلبين نكون خفيفة ضريفة على قلبكم وفيديو نهار لي وما يكون عجبكم كنتمنا لكم دائما وابدا كل ما هو جامل ودوام الصحة والعافية لكم الحبابكم وكل ما نعزيزه غالي على قلبكم تهلا وليا فرسكم استودعكم والله دمتم في رعاياتي الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة